كاملين معاكم فقراتنا وزي ما قلنا النهاردة اليوم كله حيكون حول رحيل البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وباتريارك كرازة المركوسية الرجل اللي يعني اعتقد كل أطياف الشعب المصري اجتمعت على حبه وتأذيره واحترامه مش دلوقتي ومش في السنين اللي فاتت يمكن منذ جلوسه على الكرسي البابوي من حوالي 40 سنة كان ليه معاقف سابتة واضحة وسبتة حتى وان اختلف عليها البعض لكن الكل كان يعلم عنه حكمته النهاردة عن حياته وعن اهم مواقفه معانا الكاتب الصحفي استاذ جمال اسعد في الستوديو اهلا بحضرت اهلا بسان صبعا بخير يعني اه حبتزي باول معرفتك بالبابا شنودة لا البابا شنودة على المستوى الشخصي طبعا البابا شنودة يعني اه انا بدأت اه يعني اللقاء معاه منذ ان كان اسقف للتعليم اهه عن طريق اه الكاهن كاهن القصية اللي هو القمص مخي المتة كان اسازا في كلها الفيركية اهه وكان بابا شنودة تلميذ ليه ايه فكنا نحضر الى القاهرة مع القمص مخي المتة اهه فكانت العلاقة ثم بعد ذلك امتدت العلاقة بعد ان اصبح بطريركن اهه وكنت اه اه اتصور انه كنت اول الذين ازاروه في الدير بعد وطلعت انا من المعتقل لان انا كنت في المعتقل هو كان في الدير وابيت في الدير وكانت جلسات مستمرة باش حد في الدير انه هو يعني كانت شي ثم بعد ذلك كنت مد للشاب وكانت علاقة ممتدة برضو يعني في كثير من المشاكل التي كانت اه يعني تلموا بالكنيسة طبعا ابن الكنيسة عضوان الشعب كنت بتدخل طبعا لفض هذه المشاكل فكانت علاقة يعني ممتدة واعلم جيدا شخصية البابا شنودة الاسسنائية وكسياسي محلل للفترة السياسية الاسسنائية التي صحابت البابا شنودة وانا طبعا فليعلم الجميع يعني افصل وان كان كثيرين لا يعلموا هذا بين علاقاتي الروحية كابوي الروحي ورئيس الكنيسة وبين اراء السياسية في الاطار السياسي وليست في الاطار الدين خلينا اكيد هنتكلم على اراء السياسية وعن اهم المواقف لكن خلينا اسأل حالك ما بتقول شخصية استثنائية اه طبعا شخصية استثنائية اللي نولا هو كان بيمتلك عدة نواهب لأحد حتى المختلفين معاه لأحد ينكر هذا يعني ثقافة وسعة كارزمة عالية خبرة حياتية ممتدة الظروف التي مر بها طوال حياته في نقلات نوعية شكلت حالة من حالات الحكمة الحقيقية تستعمل عندهم كانت التعامل مع كل البشر بكل مستوياتها وكل فئاتها ويجد التعامل مع كل شخص بما يعني ندرك من خلاله انه قد فحص سيكولوجية ونفسية الذي امامه فتعمل معه عن هذا الاساس مما يحدث قبولا فيرتبط به الشخص الذي تلتق معه اه طبعا كمان دوره في الكنيسة بالجانب العمراني اتساع الكنيسة دوره التعليم الذي لم اه يعني حتى اخر لحظة من حياته طبعا كل هذه الاشياء جعلت البابا شخصية استثنائية ده في اطار الكنيسة اما في الاطار الاخر كان هناك صدام بينه وين السادات طبعا لاني الشخصيتان تصادوا ميتان اول صدام بينه وبين ده زعيم وده زعيم ده زعيم للمصريين رئيس جمهورية والبابا كان يعني برضو بداخلنا هو زعيم ديني للمسعيين فكانت تحكيات الخنكة كان اول صدام مع انور السادات واستمر اعتقد موضوع الخنكة ده كان هو الصدام الذي استمر حتى تمت الاحداث المتتالية في واحد ثمانين وتم تحديد وفي عهد السادات تم تحديد اقامته تحديد اقامته وسحب قرار الجمهوري بتعينه كبطرك يعني طبعا ده ظروف استثنائية ثم حتى بعد ما جاء النظام مبارك السابق كان ايضا برضو لها ظروف استثنائية ان عملية تتابع وتصاعد العمليات الطائفية والحساس الطائفية ولانه كان النظام السابق ساقط كان يعني غير مدرك ما معنى ان الدولة هي مجموعة المصريون دون تحيطها وهي دينية قد القى بعيب الجانب السياسي او التعبير السياسي او المشاكل السياسية للاغباط على الكنيسة وهذا خطأ وانا باعترض على هذا طبعا وسيظل اعترض ولكن رغم هذه الظروف استثنائية لشخصية البابا للستثنائية ايضا فطبعا يعني عدى بالمركب في هذه الظروف الطائفية التي قلقيت عليها البابا شمودة كان بيهتم اهتمام خاص جدا ببناء الازيرة والكنائس في دول المهجر يعني اعتقد كان اهتمام اكبر بكثير من من سبقوه كان ليه وكهة نظر معينة هو طبعا بداية خروج الكنيسة خارج مصر بدأت في عهد البابا كرولوس السادس يعني بدايات ولكن البابا شمودة طبعا دعم في هذا وحتى جعل الكنيسة تأخذ الان صفة عالمية وليست صفة مصرية محلية يعني ومن ضمن الاشياء برضو بتذكر التي لا نستطيع انكارها هو دور الكنيسة في المهجر في تعليم اولاد المصريون اللغة العربية انا شخصيا من ضمن الاشياء اللي بتعجبني يعني اهو كان عشق اللغة العربية ويوجود اللغة العربية كان شاعر وهو كمان حفظ القرآن وسقافة الإسلامية على فكرة دعمت معرفته باللغة العربية يعني هو ضمن الذين لديهم ثقافة إسلامية فأفادته يعني في التركم السقافي العام بتاعه فدي كانت برضو أحد الجانب الإيجابية طبعا بابا شمودة كان ليه مواقف سياسية يعني واضحة وقصية بدءا من فكرة رفضه التام لتهويد الكدس الفكرة دي دي يعني من ضمن الأهم المراحل ومحطات الوطنية في حياة البابا شنودة البابا شنودة عندما كان أسقفة للتعليم كان طبعا بعد النكسة والنكسة دي كانت طبعا يعني عبء سقيل على قلوب كل المصريين والعرب طبعا كان الصراع في الإسرائيل العربي والقضية الفلسطينية هي القضية الأم وبالتالي طبعا كان هناك الادعاة على كذيب الإسرائيلية اليهودية الصهيونية والتي تعتمد في النقام الأول على أن اليهود شعب الله المختار وفلسطين أرض المعاة وحاولوا أن يخترق المسيحية من خلال ما يسمى بالصهيونية المسيحية اللي هو اختراق الصهيونية للمسيحية تحت ادعاءات إنجيلية أو كتابية في الطورة باعتبر المسيحيين يؤمنون بالكتاب المقدس عهد القديم وعهد جديد فبالتالي في العهد القديم فيه أنه هم فيه نص فعلا أنه هم شعب الله المختار وأن في الصين أرض المعاة ولكن هم يركزون على هذه النصوص ويتوقفه ولكن بعد مجيء السيد المسيح وبعد إيمان المسيحيون بالسيد المسيح وعد مجيء العهد القديم الجديد فالعملية اختلفت فالعقد الذي كان بين اليهود وبين الله أنهم شعب الله المختار وأرض المعاد فك هذا العقد واسقطه بعدم التزام اليهود بهذا العقد وهو أن يؤمنوا بكل رسول الأنبياء طبعا هم لم يؤمنوا فأسقط العقد فبالتالي لم يصبحوا شعب الله المختار ولا فلسطين أرض المعاد وده كانت في محاضرة بإسم إسرائيل في رأي المسيحية في نقاب الصحفين سنة 68 وده دعمت جانب عقيدة آخر يعني هم الاختراق الصيوني المسيحية من خلال ما يسمى بالحكم الألفي عقيدة الحكم الألفي اليهود بيقولوا إيه أن المسيح سيأتي ويحكم العالم ألف عام بس شرط المجيء إيه أن يبنى الهيكل يعاد بناء هيكل هيكل سلمان ولعادة هيكل سلمان لابد أن يهدم المسجد الأقصى لأنه فجي يبقى الذي يهدم المسجد الأقصى عشان يعاد الهيكل عشان يأتي المسيح فطبعا كون هم يوعزوا إلى المسيحيون أن الذي يساهم في مجيء المسيح ده شي عظيم جد فيبقى تساهم إزاي أنك تساعد الاسرائيليين واليهود في احتلال فلسطين حتى يعودوا بناء الهيكل حتى يأتي المسيح يبقى ده تدخل الدين في السياسة واستغلال الدين لصالح السياسة هنا بقى النظرية بقى العقدية التي تؤمن بها الكنيسة التقليدية ومنها الكنيسة القبطية وهذه العقيدة الأظهار هالبابا شنودة في محاضرته بصراحة لأن هذه عقيدة يعني مش كثير من الناس تعرفها أن لا يوجد ما يسمى النظرية الحكم الألفي لأن المسيحيون يؤمنون أن المسيح جاء وبيحكم الآن المسيحيون الذين يؤمنون به ألف عام والألف عام فيه آية في الإنجيل بتقول ألهم أن ضلاء كألف عام وألف عام كيوم فهي ليس حكما إسرائيل بقى منتظر المسيح الذي يحكم حكما سياسيا يتزق مع المناخ بتاعتطورها بقى القتل والحروب إلى آخر إذا الكلام وليس الجنب الروح يعني من الناحية السياسية لا يستمن بس طبعا يعني عايز أقولي للبابا شنودة بصراحة يعني أهم ما فعله في هذا الموضوع هو الصلاة الجانب السياسي في إطار عقيدة دينية وهم جدا وانتد موقفه طبعا لعدم زيارة القدس عشان يبقى نوع من المشاركة رفض تماما التطبيع مع العدو طبعا طبعا يعني على الأل لا يكون هناك موقف يختلف بين المسيحين والمسلمين باعتبار أن دول مصريون وأن قضية قضية فلسطينية قضية مصرية فالموقف أمح يعني ناس كتير جدا عايزة تعرف إزاي بيتم اختيار البابا القادم نعتقد هو دي الكلام ده قاله الأستاذ رمسيس النجار في الفقرة الأسبق هو المجمع المقدس بيعمل ثلاث لجان لدنا تختار القائم مقامه تم اختياره اللي هو لنبا بخميص ولدنا بتتلقى ورقة ترشيح وده يعني المرشح لابد أن يأخذ تسكيات من ثلاثة من المقدس وثلاثة من المجلس الميل العام لكي يكون مرشحا ثم لدنا لتلقي طلبات الناخبين الذين يقيدوا أنفسهم كناخبين الشروط الترشيح أني راهب سن واربعين سنة وقاد 15 عام في الدير وله مواصفات روحية بقى أن يكون تقي محبة للشعب يعني المواصفات الروحية يعني دي إنما فيه كلام حاليا وده الأهم بقى من الحاجات المنظرية أنه فيه صراع داخل المجمع المقدس بين جبهتين كل منهم يريد أن يأتي بشخص وده الإشكالية التي أتمنى أن تنتهي فورا وأن يتفق المجمع على خلب رجل واحد وأن يأتي شخص يكون مناسبا للمرحلة التي نحن فيها الآن يعني لا ننتظر أن يكون هناك لامة الشنودة الثالث يعني لأن الشخصيات لا تستنسخ وأن شخصيات سثنائية مش بالضرورة يكون كل الناس شخصيات سثنائية وإذا كان ألقي على الكنيسة مهمة سياسية لا يجب أن تلقى فليس بالضرورة القادم يستطيع أن يتعامل مع هذه المهمة في رأي حضرتك البابا القادم أهم مواصفاته المفروض تكون لا أنا رأي شخصي وكنسية أنا متكلم البابا شخصية دينية وقلون الكنيسة بيحدد منصفة البابا والنجيل بيحدد منصفة البابا شخصية دينية أن يكون مؤمناً بالعقيدة للزكسية محباً للكنيسة راعياً لشعبه أن يكون محباً مضحياً دي طوال التاريخي لدور الكنيسة الوطن والمؤسسات الدينة المصرية أظهر أو الكنيسة لهم دور وطني وليس دور سياسي دور سياسي معناياً يعني كليسة ملاش تدخل فيه انتخابات انتخب سينو انتخبش صاد انتخب الحزب انتخبش الحزب ده انتخب رئيس الجمهورية ده انتخبش رئيس الجمهورية ده المرشحين لا وده مش مطلوب من أي مؤسسة دينية ولذلك عندما تتدخل المؤسسة الدينية في هذا الإطار بتحدث فرزا طائفيا حقيقيا يهدد الوطن في المستقبل القريب والبعيد ولذلك أنا أقول على الباب الخادم أن يكون بطريركا دينيا وروحيا يقوم بدوره الدين والروح الكنسي ويلتزم بالدور الوطني والرؤية الوطنية للكنيسة حسب تاريخها أما الدور السياسي فهو للأقباط كمواطنون مصريون مثل كل المواطنون المصريون يعني أنا أعترض عليه يعني لا يأتي مؤسسة الدينية تتكلم عن مشكلة تخص الأقباط أو مشكلة تخص المسلمين الدولة هي المسؤولة عن مشكل مشاكل المصريين المسلمين وأقباط ولابد أن يكون المشاكل مفيش حاجة عن مشاكل مسلمين وشاكل الأقباط فيه مشاكل مصريين لأنه لن تحل مشكلة بعيدة عن مشاكل أخرى المشاكل كل مشاكل المصريون والحل يبقى لازم بكل المشاكل ولكل المصريون وبكل المصريون إنما ينفحش طيب يعني المسيحيون ليهم مشاكل هل يستطيعون المسيحيون حل مشاكلهم لو كان مفيش مشكلة ما لو أنا حاجة بمشكلتي مفيش مشكلة طب مشكلة ليه لإني مش عارف حل مشكلت طب يبقى إذن هناك طرف آخر لازم يشاركنا في حل المشكلة الطرف الآخر يبقى لازم يكون أنا هو واحد إنما لو أنا حاجة هو حاجة طب مش حل انا ما عرفكش ما ليش دعوا بيك واضحة دي اختيار البابا القادم مش بيتم ضمن لائحة اه لائحة سبب وخمسين اللي مفروض كان تغير ولكن لم تغير سمعنا ان يعني كان فيه حتى البابا اعتقد كان كمان بيفكر في تغيير بعض بنوتها هل ده صحيح كان في بداية جلوسه على الكرسي المرمون خص كان لديها افكار لتغيير اشياء كثيرة في الكنيسة ومنها اللائحة بس لم يتم تغيير اللائحة واعتقد لن يتم تغيير اللائحة الان وسيتم الانتخاب بناء اللائحة القديمة دائما نسمع ان الكنيسة الارثوزوكسية في مصر شهدت نهضة على يد البابا شهود نحن نقول نهضة عمرانية في العالم كله ونتمنى ان تكون ايضا برضو نهضة روحية لان الكنيسة في الاساس لا تعنيها النهضة العمرانية بقدر ما تعنيها النهضة روحية لان الكنيسة جاءت من اجل الروح من اجل الخدمة الدينية انما الجانب العمراني ده لا يعني الكنيسة في شي يعني الاساس بناء الروح احوال الاقباط في مصر بعد الثورة يعني احراك متفائل انا مش احاوز برضو حاجة اسمها احوال الاقباط يعني احوال الاقباط طب وهرك انت احوال مسلمين انت متفائل المصريين احنا بنتكلم عن المصريين لكن يعني ارجو 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 ايها الاعلامة العظيم فضل الازي يلعب دورا خطيرا في تشكيل وجزان هذا الشعب فضل ان نبدأ الطريق الصحيح ما بعد يناير لا نتحدث عن ما رأي الاقباط في الدستور ما رأي الاقباط في الصورة ما رأي كيرا ماذا يطلب الاقباط لا احنا متكلم عنا مصريون مصرينت المتقول لي ما رأيي اقباط ويبقى طب هي الكنيسة تتدخل وهتروح تسر الكنيسة ايها عبو زهايا كنيسة لا الكنيسة جانب الروحي لها كل التقدير وهitting ام الكل المسيحيين وامنا ودخpin الدينا والروحي داخل الكنيسة خارج الكنيسة احنا مصرية نتكلم انا وانت انا معرف كيش مسلم ولا مسيحية بس انت مصرية وانا مصرية مش كده ولا ايه ومصالبنا واحدة ومشاكلنا واحدة واذا لما نتشارك لان يبني هزا الوطن يبقى ريت بجاء تبقى التعبيرات تتغير دي ليك وكل الاعلاميين ومن زمن بقول على فكرة كده يعني انما انما فكرة هل بجاء المناخ السياسي يعني ينبئ بخيرا طبعا بالتأكيد هناك ما حزيره ومخاوف فيما نعيشه الان من فوض ولكن لا يجب انا كسياسي لا استطيع الا ان اتفائل وانه موجهش سياسي سياسي يعني التفاعل والامل قائم حتى يتم تجسيد هذا التفاعل وهذا الامل على الارض واحدة يعني هل يشايف المخاوف دي على المخاوف طبعية بس يجب يجب ان نبدأ في الطريق الصحيح حتى لا تتفاقم وتكرس هذه المشاكل فتصبح يعني غير قابلة الحل ولكن هي طبعية لما تم وطبعية بعد ما حدث من صورة الى اخر هذا الكلام وكل الصورات في العالم وفي الطريق بس المهم نختصر هذه المرحلة مرحلة السيولة السياسية دي في الاطار المتعرف السياسي والفوضى في الاطار التعرف العام عايزين ننتهبج مرحلة الفوضى السياسية الى بناء الدولة بمؤسسات الدستورية وان يكون دور الرأي العام موجودا ومطروحا حتى نستكمل جميعا صورة 25 يناير التي تعلي من قدر المواطنة لكل المصريين صحيح كلمة الاخيرة لها ديك ممكن تقولها على البابا شنودة كرسة البابا شنودة البابا شنودة طبعا شخصية سيتوقف عندها التاريخ بسلبياته وإيجابياته لأن بشر نحن في الكنيسة لنؤمل بعصمة البابا شنودة بإيجابياته وشخصيته كرسميته واستثنائيته وما تم على يديه في مدة الأكثر من 40 عاما سؤال الكنيسة أو لمصر أو للعالم العربي بمواقفه السياسية العربية بالتأكيد شخصية يعني كثير قليل أن تتكرر وسيكون يعني تاريخه واضح وبارز في تاريخ الكنيسة وتاريخ البطاركة وانتمنى من البابا القادم أن يوفقها الله أن يدير الكنيسة روحيا وأن يهتم بشعبه روحيا وأن يسير على هدى الضور الوطن التاريخي للكنيسة وأن يشجع شعب الكنيسة إلى أن يمارس ظهره السياسي كمصريون بعيدا عن الكنيسة الكاتب الصحفي أستاذ جمال أسعد بشكر حديث جدا شكرا شكرا صباح الخير بشكركم مشاهدين لتابعونا النهاردة في نهارك سعيد بكرة إن شاء الله هنكون معاكم مع فريق أعمال جديد شكرا لكم شكرا لكم